من الذي فتح خيبه؟ علي بن أبي طالب وإلا فإن أباه ذهب لفتحها ورجع هاربة كتب التاريخ هي التي تقول ما أنا الذي أقول رجع ومعه المهاجرون والأنصار يجبنهم ويجبنون ويشتمهم ويشتمون ولذا فإن النبي تأذى كثيرا حينما رأى أبا بكر رجع فارا ورأى عمر بن الخطاب رجع فارا لذلك قال إنني سأعطي الراية غدا لرجل كرار لرجل كرار أعطيها رجلا كرارا غير فرار هذا يعني أن القوم ليسوا فارين وإنما هم فرارون لأنهم في العديد من معارك النبي فروا وتركوا رسول الله لوحده التفاصيل موجودة في كتب المخالفين أنفسهم سقيفة بني ساعدة سرقت الخمس منذ أن صار أبو بكر خليفة فإنهم قد سرقوا الخمس والتفاصيل موجودة في كتب التأريخ وكتب السيار وكتب الأحاديث وفي الكتب الفقهية في مكتبة سقيفة بني ساعد التفاصيل موجودة أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل سرقة الخمس أنقل لكم لقطة قلت لكم هذه الصحيفة ألبوم الخمس يضحكون على أتباعهم بزهد أبي بكر وعمر مثلما يضحكون على الشيعة الطوسيون بزهد المراجع وتديونهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا البخاري صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلاد البخاري متوفى سنة 256 للهجرة في الصفحة التسعين في الباب الثامن والخمسين عنوان الباب باب نوم الرجال في المسجد الذي يريد أن يعود إلى صحيح البخاري ليذهب إلى عنوين الأبواب لأن طبعات صحيح البخاري كثيرة وأرقام صفحات مختلفة عودوا إلى أرقام الأبواب وعناوين الأبواب الباب الثامن والخمسون باب نوم الرجال في المسجد من كتاب الصلاة رقم الحديث 440 هذا حديث صحيح لأنه يبدأ حدثنا هناك العوبة بخصوص صحيح البخاري نأتي على ذكرها بعد ذلك في هذه الحلقات ولكن في وقتها المناسب لا أجد وقتا كافيا لإكمالي ما أريد أن أكمله في هذه الحلقة حدثنا إلى أن يصل في السند حدثني نافع قال أخبرني عبد الله إنه عبد الله ابن عمر الذي يحدث عنه نافع أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي لا أهل له يعني لا زوجة عنده وإلا فبيت عمر موجود في المدينة لكن بيت عمر ما كان يسع ولده عبد الله نايم بالجامع بالتعبير الشعب العراقي يعني فرد واحد هقطي ما عنده مكان هقطي نايم بالجامع هو الذي يقول وأنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري عبد الله ابن عمر هو يقول من أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي في مسجد النبي أيام النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث كرره البخاري في الأرقام التالية رقم الحديث هنا 440 كرره البخاري في رقم ألف ومية وواحد وعشرين ألف ومية وستة وخمسين أثلتالاف وسبعمية وثمانية وثلاثين أثلتالاف وسبعمية واربعين سبعتالاف وخمسطعش سبعتالاف وثمانية وعشرين سبعتالاف وثلاثين على سبيل المثال نذهب إلى سبعتالاف وثلاثين صفحة ألف وميتين وثلاثة وأربعين باب ستة وثلاثين باب الأخذي على اليمين في النوم رقم الحديث سبعتالاف وثلاثين بسنده عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلونهم الصلاة البتراء وكنت أبيت في المسجد فمسجد النبي كان مكانا لمبيته ليس عنده من مكان الذي ليس عنده من مكان ليس عنده من طعام وليس عنده من ثياب لم يكن في مسجد النبي لم يكن في مسجد النبي مثلاً مجموعة من الدواليب مجموعة من الخزائن كي يحفظ ملابسه هناك الثوب الذي يلبسه وينام على الأرض في مسجد النبي فلم يكن مسجد النبي مفروشاً بالسجاد الكاشاني مثلاً أو الكرماني لم يكن في مسجد النبي من فراش فكان عبد الله بن عمر ينام على التراب وعلى الحصباء في مسجد النبي ويملك ثوباً واحداً ولا يملك طعاماً هذا هو حاله هذا حال عبد الله ابن عمر لو كان عند عمر أموال هل يكون حال ولده هكذا وهو نفسه يقول لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري هو يقول عبد الله ابن عمر هذا الباب الباب الأربعون باب غزوة خيبار من كتاب المغازي صفحة 745 رقم الحديث 4243 بسنده بسند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبار من الذي فتح خيبار علي بن أبي طالب وإلا فإن أباه ذهب لفتحها ورجع هاربة كتب التأريخ هي التي تقول ما أنا الذي أقول رجع ومعه المهاجرون والأنصار يجبنهم ويجبنون ويجتمهم ويجتمون ولذا فإن النبي تأذى كثيرا حينما رأى أبا بكر رجع فارا ورأى عمر بن الخطاب رجع فارا لذلك قال إنني سأعطي الراية غدا لرجل كرار لرجل كرار أعطيها رجلا كرارا غير فرار كرار هذا يعني أن القوم ليسوا فارين وإنما هم فرارون لأنهم في العديد من معارك النبي فروا وتركوا رسول الله لوحده التفاصيل موجودة في كتب المخالفين أنفسهم الذي فتح خيبر علي بن أبي طالب هذا هو فاتح خيبر ما شبعنا حتى فتحنا خيبر فهل حملوا لهم مثلا الدجاجة المشوي من خيبر التمور يعني أن عبد الله بن عمر إلى السنة السابعة من الهجرة ما كان قد شبع من التامر فواقعة خيبر متى حدثت حدثت في شهر رجب خيبر فتحت في الرابع والعشرين من شهر رجب في السنة السابعة للهجرة هذا هو الذي نعرفه عن تاريخ خيبر فتحها أمير المؤمنين في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب في السنة السابعة للهجرة فجناب الأغى ما كان يشبع من الطعام ما شبعنا حتى فتحنا خيبر النبي صلى الله عليه وآله بعد خيبر بمدة وجيزة قتله الصحابة بمعاونة بعض نساء النبي واستشهد مسموما صلى الله عليه وآله خلافة أبي بكر دامت سنتين ثم جاءت خلافة عمر عبد الله ابن عمر كان ينام في المسجد وكان جائعا وما شبع إلا بعد أن فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبر لما فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبر شبع القاه شبع القاه أقرأ عليكم من الموطأ هذا الكتاب عند الموالك أوثق من البخاري الموطأ لمالك ابن أنس إمام الموالك إمام المذهب المالك هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان مالك ابن أنس توفي سنة 179 للهجرة في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة إنه الباب الخامس أذهب إلى الحديث الحادي عشر عن نافع وهو الذي يروي عن عبد الله ابن عمر أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة مالك يجعل من سيرة عبد الله ابن عمر أساسا للتشريع لا شأن لنا به وبسيرة عبد الله ابن عمر التي تكون أساسا للتشريع أو لا تكون لا أريد أن أنقش هذا الموضوع لكنني أتساءل من أين جاء عبد الله ابن عمر بهذه الأموال يحلي بناته وجواريه ملوك العرب ما كانت تحلي جواريها ملوك العرب يحلون الجارية المحضية فقط عبد الله ابن عمر يفعل ما لا تفعله الملوك والسلاطين من أين جاء بهذه الأموال لم يكن عنده مكان ينام فيه وما شبع من التمر حتى فتح ذلك الكرار غير الفرار حصون خيبة نافع يقول أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة من أين جاء بهذا الذهب هذه أضحوكة يضحكون عليكم من أن الخليفة الأول والخليفة الثاني كان على زهد هذه أكاذيب كأكاذيب نحن كأكاذيب الطوسيين عن المراجع السنة ابتلوا بالصحابة ونحن ابتلينا الذين نقول نحن شيعة ابتلينا بالمراجع لأن السنة انتهى عندهم عصر التشريع بشهادة نبينا صلى الله عليه وآله ونحن انتهى عندنا عصر التشريع بانتهاء عصر الغيبة الأولى فهم فهم ابتلوا بالصحابة ونحن ابتلينا بالمراجع والحكاية هي هي والأكاذيب هي هي واللصوص هم اللصوص أنا أنا أقرأ عليكم من أوثقي كتبه من الموطأ لمالك ومن البخاري ولو كنت أريد التوسع في هذا الموضوع لتوسعت كتبهم مشحونة بهذه الحقائق هذا هو الخمس المسروق الذي سرقته سقيفة بني ساعدة في خلافة أبي بكر وخلافة عمر أما عثمان فقضيته مفضوحة لقد سلم بيت المال إلى بني أمية أقرأ عليكم ما جاء في الخطبة الشقشقية في الخطبة العلوية التي تعرف بالشقشقية هذه طبعة دار التعارف من طبعات نهج البلاغة الشريف إنها الخطبة الثالثة في الصفحة الخامسة بعد العاشرة أمير المؤمنين تحدث عن أبي بكر وعمر إلى أن وصل الحديث إلى عثمان أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين إلى أن قام ثالث القوم عثمان الأول أبو بكر وثاني عمر إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضني حضناه جانباً نافجاً نافخاً ورافعاً إنها علامة المتكبرين إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله نثيله غائطه خراؤه بين نثيله ومعتلفه ونثيل الحيوان روثه ومعتلفه المكان الذي يأكل فيه علفه فهو يتحدث عنه ويصفه بأوصاف الحيوانات هذا كلام أمير المؤمنين ما هو كلامي وهذه الخطبة خطبة شهيرة والنثيل بالنسبة للإنسان الخراء وبالنسبة للحيوانات الروث إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بن أبيه بن أميه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله فتله ما خطط له وما قام به من عمل إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته شهواته وقذارته البطنة هنا الشهوات والقذارات فعاقبة البطنة القذارات وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين حين قال بين نثيله ومعتلفه ونثيل الإنسان خراؤه هذا هو حال عثمان بن عفان إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بن أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته في الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة من كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر إنه الكتاب الثامن والثلاث هذا الكتاب وجهه أمير المؤمنين إلى أهل مصر فماذا قال له من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه المصريون هم الذين انتفضوا على عثمان بن عفان من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاع فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه وإنما عبث بالأمة رجال بني أمي ونساء بني أمي الرجال والنساء عبثوا بمال الله وفعلوا ما فعلوا وصار الدين ألعوبة بيد صهره الأصار حكاية الأصهار عند المراجع الطوسي صار الدين ألعوبة بيد مروان بن الحكام الذي كان صهرا لهذا الذي قام نافجا حضنيه كما يقول أمير المؤمنين بين نثيله ومعتلفه إنه عثمان ابن عفان حكم صهره بدين الله ومال الله وخلق الله مثل ما يفعل السيستانيه الآن يحكم أصهارا لا دين عندهم ولا علم عندهم ولا ذمة عندهم وهذا الأمر يجري في زمان محسن الحكيم محسن الحكيم حكم إبراهيم اليزدي هذا الذي يقول له الوائلي في قصيدته شباش العباس يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحاي تسدي يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحاي تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي لصوص لص بعد لص سراق شنه الاخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي يركب ليش اتعب والممشي وياه مكثر المطاية وياه مكثر المطاية اوفدوا اروح لهم ياه مكثر المطاية من عبد الله علي امير المؤمنين الى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في ارضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر هذه خلافة الراشدين هكذا يصفها امير المؤمنين فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن فلا معروف يستراح اليه ولا منكر يتناهى عنه انها دولته المنكر انها الدولة التي حاربت المعروفة واقامت المنكر هذه حكومة عثمان ابن عفان بقيادة صهره مروان ابن الحكم انه الوزغ ابن الوزغ هكذا سماه رسول الله ونحن ننتقل ما بين وزغ الى حمير هذا هو حال الامة قلتها لكم قلتها لكم انها امة عاهرة وعطرة طاهرة هذه الامة العاهرة لن تتطهر من عهرها حتى تعود الى اكناف العترة الطاهرة من سنتها من شيعتها من اي ملة من الملل نذهب الى فاصل اشتركوا في القناة